الملك سلمان بن عبد العزيز في دورته الثلاثين والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنويا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في منطقة الجنادرية وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المفدى لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض صاحب أسم الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أهل سود أمير منطقة الرياض وسعة الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وعدد من المسؤولين وقد تفضل جلالة الملك المفدى بالتصريح التالي يسعدنا ونحن نصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة تلبية لدعوة كريمة من أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظه الله للمشاركة في حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثلاثين في منطقة الجنادرية هذا المهرجان الذي أصبح تقليدا حضاريا وملتقا عربيا وإنسانيا تلتقي في رحابه نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين والباحثين من مختلف دول العالم الذين يثرون المهرجان في مختلف القضايا الفكرية والأدبية والثقافية كما نود أن نشيد بهذه المناسبة بهذا المهرجان السنوي الكبير الذي أصبح حدثا هاما يجسد تراثنا الإسلامي الأصيل وأصبح كذلك حدثا فكريا شاملا يستقطب كبار المثقفين من الوطن العربي والعالم الإسلامي حيث أصبحت الجنادرية نموذجا يحتذى في كل بلد خليجي وعربي إن هذا المهرجان له مكانة خاصة لدينا فاستمرار لارتباطنا الوثيق بمهرجان الجنادرية منذ يومه الأول فإنه لا يسعدنا أن نقوم بهذه الزيارة الأخوية للمملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي نقدره باعتزاز الدور الإيجابي البناء الذي يقوم به تجاه البحرين وتجاه الأمة العربية والإسلامية ويسرنا كذلك أن نعبر بهذه المناسبة عن تقديرنا لما حققته الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية من مزيد من النهضة الشاملة والازدهار الاقتصادي والتنمية والتطور في مختلف المجالات في عهد أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبقيادته الحكيمة وما يبدله حفظه الله من جهد مشكور للم الشمل وتعزيز التضامن العربي والإسلامي لكل ما فيه خير وتقدم الأمتين العربية والإسلامية ومن خلال دعم الشرعية المؤيدة بقرارات دولية معربين عن شكرنا وتقديرنا لهذه الدعوة الكريمة من أخينا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لحضور هذا المهرجان متمنين للإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية كل توفيق واستمرار النجاح لهذا المهرجان التراثي والثقافي والله الموفق رافقت جلالة العاهل المفدى السلامة في الحل والترحال